بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نترحم على رواح الشهر الداء ونتمنى شفاء العاجل للجرحة وعودة المفقدين والأسرة سالمين غانمين نحن موظفين الشركة الليبية للتموين الجوي نطالب بإيجاد الحلول الجدرية وسريع المشاكلة التي تعاني منها ومن ضمنها عدم تقاضي مرتباتنا لأكثر من ثلاث سنوات وما ترتب عليها من أضرار جسيمة لكافة موظفية ونحمل هذه الأضرار إلى السادة المسؤولين حيث مناشد السادة رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي والسيد رئيس الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة ورئيس الخطوط الجوية الليبية والرئيس الشركة الليبية للتموين الجوي كما نؤكد رغبتنا في استمرار عمل الشركة وعدم حلها والغاء وجودها حفظ الله البلاد والعباد سدر في مطار لبرق الدولي بتاريخ 15-02-2021 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر